مصر الاولى فعلا مصر الاولى فعلا انا بس جاتني رسالة عايز اقراها من هنا لشاب غريبة جدا انا عايز اقرا رسالة دي من هنا جاتني على الهوى دلوقتي ازاك يا استاذ محمد الله يخليه بخصوص الدولار انا شغال في شركة من اكبر الشركات في العالم في الادوية اسمها سانوفي الشركة اسمها سانوفي والحمد لله المرتب بيعيشني كويس لكن انا مش حاسني مطمئن كل يوم اللي بيحصل ده خالص فقررت اني ادرس الماني واخد شهادة واطلع اعمل المستر بتاعي هناك ولو قدرت اكملي بافضل طبعا والحمد لله خدت شهادة ب وان وجالي جواب قبول من جامعة هناك في المانيا ومن شروط انك تتقبل في الصفارة من الصفارة ان يبقى معاك حاجة اسمها لوك اكاونت ده حساب مغلق ليك هناك في المانيا مجرد ضمان مالي ليك هناك بحيث ما تروحش تشهت عندهم فكنت بحاول الفترة دي اوفر الحساب ده وهو عبارة عن 11.400 يورو كلام جميل جدا يعني حوالي 225.000 مصري كلام رائع جدا فروحت البنك عشان اوفرهم قالوا لي بابنطلعش يورو فقلت لهم بحسن اني تبهتولي دولار فضحكوا فقلت له فيه ايه قال لي يا استاذ فيه كل دول بيدولكم بس دولار ولا ايه قال لي اه قلت له طيب انا دلوقتي اعمل ايه انا معاك دراستي يوم 1 اكتوبر ولسه ورايا معاك في السفارة ومش هتقبلني الا لما حط وديعة الفلوس دي باليورو في المانيا قال لي بابنطلعش قلت له طيب ايه الحل حطي ايده على بقه وقال لي سوق سودة سوق سودة سوق سودة بالنص كده يعني حطي ايده على بقه وقال لي سوق سودة فاتحكت من المنظر قال لي او ممكن تشوفه اي صرافة فروحت الصرافات نفس الكلام بالنص اتكرر غير ان الصرافات قالوا لي احنا البنك بييجي كل يوم الصبح ياخد من عندنا دولارات فمفيش عندنا ومش هنقدر نوفر لك الرقم ده خالص قلت له ما عنديش مشكلة حتى لو اجيلك كل يوم اخد الف او خمسمائة يورو بس وفرهم قال لي ده امر قهري انا صعب ان نعمل كده والله بالصدفة كان جنبي صرافة واحد معا تأشيرة هو امراته عايز الف يورو اللي هو ما ينفعش يقول له لأ الف يورو لانه هيتضرب اصلا ازاي هناك ولو مش معا عملة بيقول لي انا عايز بس الف يورو ليا والف يورو لمراتي والتأشيرة هي وكل الورقة هو قال له لأ حضرتك متخيل لو بيكلمنا انا بقى حضرتك متخيل بلد مش عارفة تحول الف يورو وطبعا فرق السوداء من البنك اربع جنيه في الدولار الواحد ربنا يخرجنا منها على خير يا ريت من غير ما تقول اسمي والله ما اقول اسمك ويقول لك بيطلق اعلام يا بيهز البلد راجل راح يدرس والتاني واخد مراته ورايحها عايزين كل واحد الف يورو الف و الف لكن ما تلوش مصر في الصدارة هتقول لي ههه عارف الحركات بتاعتك ديها مصر مصر في الصدارة وهتطلع الأولى في الديون والأولى في التيني الناشف والأولى في البلح لا انا هقول لك مصر الأولى فعلا مصر الأولى فعلا 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 في سنة 2021 مصر الأولى فعلا بس الأولى في ايه بقى لا برضو مش بلوف مش هعمل لك خدعة تلاتين طائرة رفال تضع مصر بصدارة مستورد الأسلحة الفرنسية مصر الأولى في مستورد الأسلحة الفرنسية لأنه اشترينا 30 طيار ترافال بقيمة 4 مليار يورو وفقا لتقرير برلماني سنوين وأشارت الوكالة إلى أن مصر بهذه الطلبية تقدمت على اليونان 2 مليار الشاب مش لاقي مش لاقي 11 ألف يورو يعمل الدكتوراه أو الماستر والمعلم راح يشتري بكام 4.5 مليار يورو طيارات يعني أنت الديون قد كده وما فيش دولارات في البلد أهو الراجل هو والله العظيم أنا قريت الرسالة زي ما جاتني والله قريت الرسالة يعني أنت البلد شحك ما فيهاش دولارات وتسح الصبح البنوك تروح تأخذ من الصرافة الراجل قاله كده بيجوا معنا البنوك يلموا اللي عندنا ويأخذوا من الصرافة والدوم الديون قد كده وعايزت بيقصوا للبلد ومركز مع كردانحة نبوية والحلق بتاع البت فاطمة والغويشة بتعدد ست المصريات ورايح تبعزها كل ده كل ده على طيارات رفال طيب اشتري اشتري ماشي بس مش لازم نبقى رقم واحد مصر التالتة عالمياً في صفقات السلاح السيسي أنفق أكتر من خمسين مليار دولار وهذه أبرز التفاصيل خمسين مليار على أسلحة خمسين مليار والبلد ما فيهاش دولار ما فيهاش يورو السؤال اللي بيطرح نفسه هو انت يا عبد الفتاح ليه بتشيكوا الأسلحة دي ليه بتكلف البلد ديون بمليارات الدولارات ده سؤال منطقي عايز تعرف عشان فيه حاجة اسمها عمولات يا حضرات لما مصر تشتري سلاح من أي دولة فيه حاجة اسمها العمولة ده قانون في الجيش اسألوا أي حد في الجيش فيه حاجة اسمها عمولة بياخدها بعض زباط الجيش خيارة الجيش عمولة السلاح على كل صفقة سلاح وتقدر بحوالي خمسة في المية ده اللي معلمناهوش غير من التحقيقات اللي حصلت بعد صورة يناير واللي كشفت ان الجيش كان بياخد او بعض زباط الجيش كان بياخده نسبة على كل صفقة سلاح اهو تلاتاشر صفقة سلاح ابرمت منذ عام الفين وربعة تتعرف على نسبة السيسي منها تخيل خمسة في المية فعمولة رئيس الجمهورية خمسة في المية باعتباره وسيطا عرفت بقى هو ليه مغرر الدنيا اسلحة وتم عقد صفقات سلاح بنحو اتنين وعشرين مليار دولار في عامي حكم السيسي فحصلت من هذه حصلت من الصفقات دي يعني السيسي طلع بواحد ومية يعني واحد مليار ومية مليون دولار تقريبا عرفت ليه عرفت ليه بيجي يشتري غواصات ورفال ومش عارف مليسترال لانه له عمولة له نسبة فيه سبب تاني اه فيه سبب تاني طبعا اللي هو حول انسان شراء الاسلحة من الدول دي بيخلي الانتقادات تهدى وتروح وتيجي كده وتبقى حاناك كلام بس وكل ما تيجي نقول حول انسان نجيب صفقة سلاح مش بس مش رأي السلاح على فكرة ده كمان في حاجات تانية خطيرة قلها الباحث الاقتصادي الدكتور نائل الشفعي كتب بوست رائع بيقول في ايه القيادة المركزية لجيش الامريكي تعلن تشكيل تعلن تشكيل فرقة عمل مشتركة 153 بخيرة مصر لتعمل بمنطقة داب المندب يخمن المقال ان المهمة هي مواجهة نشاط ايراني بباب المندب ومنع وصول السلاح للحسيين مقابل ذلك امريكا قد تتنازل عن غرامة انتهاك مصر حول انسان والتي يتوقع ان ترتفع الى 300 مليون دولار هذا العام كما تلوح امريكا بطائرات الاف 15 لمصر كبديل المقاتلات الروسية السو 35 التي ألغت مصر شرائها فرقة العمل المشتركة 153 ستكون فرعا من فرقة العمل المشتركة 150 التي تعمل بمنطقة باب المندب وسواحل الصومال ويشارك فيها 26 دولة طب هي مصر اصلا كانت مشاركة في تحالف مع الامريكان بحريا لانا ان مصر فرقة العمل المشتركة دي من شهر مايو اللي فات تضم 34 دولة هل بإمكان فرقة عمل في الشخص الأوسط مواجهة تهريب الأسلاحة الإيرانية يا حضرات الراجل الحقيقة عبد الفتاح مش سايب حتة مصر الأولى فعلا وهي تالت واحدة عالميا على استولاد السلاح وهي الأولى فعلا رقم واحد في سنة 2021 50 مليار دولار رحت على الأسلحة والراجل مش لقي 11 ألف يورو يروح يجبهم بكترا الهبادو ترجمة نانسي قنقر